وعودة لأشياءنا اليمنية انضم إلينا من تعز الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية عبدالباسط البحر لم بيك أستاذ عبدالباسط إذن أين تكمس صعوبة الوضع العسكري في مدينة تعز وأيضا طبيعة المعارك التي يخضها الجيش اليمني مع الميليشيات هناك والله آخر المشتقدات والتطورات هي في القبهة الغربية في محيط اللواء 35 مدرع حيث تشهد هذه القبهة هقوم عنيف وتم التعزيز والتحشيد له منذ فترة طويلة وخلال الأيام الماضية وباستمرار وفي أوقات متقطعة تشهد هقوم عنيف لكن بفضل الله وبفضل الترتيبات والتعزيزات وصمود الإخوة المقاومين من الجيش الوطني والمقاومة تم كسر هذا الهقوم وتم القيام بعملية هقوم معاكس ومضاد وتحقق بعض الانتصارات سيطروا على بعض اتباب هناك وتقدموا إلى نقطة في غراب في محيط اللواء 35 مدرع في نفس الوقت في القبهة الشرقية في ثعبات تم القصف المدفعي العنيف وتم الضرب بدبابة من سوفتين لكن تم التصدي لها وتم يعني مقابهتها وتم كسر هذا الهقوم العنيف والحمد لله كل القبهات إلى الآن لصالح المقاومة والأمور يعني مطمنة إن شاء الله نعم أستاذ عبد الباصل هل ترتكز طبيعة المعارك العسكرية بين المقاومة والجيش الوطني ومن جهة والجهة الأخرى الميليشيات على القصف العسكري أم المواجهة المباشرة بالأسلحة الصوت يعني نعم هل سمعتني أستاذ كنت سألتك ما هي طبيعة المعارك التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة مع ميليشيا الحوثي وصالح هل هي بالمواجهة المباشرة من خلال القصف المدفعي بالمواجهة المواجهة المباشرة لا هناك ولا لا هناك مواجهة مباشرة يعني في أكثر من قبهة كما قلت لك أنا حدثتك عن المواجهة المباشرة أما قضية القصف المدفعي من مناطق بعيدة فهذا مسألة مستمرة على كل قبهات الجيش الوطني وعلى الأحياء السكنية وعلى القرى المدنية يتم القصف باستمرار من أماكن بعيدة لكن ما حدثتك عن في المحيط اللواء 35 مدرع وفي قبهة الثعبات في المنطقة الشرقية هذه مواجهة مباشرة وهجوم مباشرة استخدم بمختلف أسلحة الرمي المباشر وكذلك بالتمهيد الناري والتمهيد المدفعي الذي سبقه نعم وهنا أسألك أيضا عن مستقبل الوضع العسكري في تعز برأيك السادة عبد البحر الوضع العسكري طبعا هو أولا من حيث توازن القوى لا مقال للمقارنة لأنه حدوث 13 لواء بإمكانيات ضخمة جدا في مقابل يعني قيش وطني بدأ يتشكل من هنا وهناك هو مقاومة شعبية بإمكانات بسيطة لكن الحمد لله رب العالمين يعني على الأرض المقاومة تبسط سيطرته على المدينة بكاملها تواقه في أكثر من قبهة بحرفية عالية وبإمكانيات بسيطة يتم دحرهم من أكثر من قبهة ومن أكثر من موقع الطيران التحالف مشكورا يتدخل أحيانا في الأوقات الحرقة والصعبة بضربات مركزة ومهدفة وقوية يعني تعمل على إضعاف الخصم وتدمير آلياته ومعداته العسكرية وبالتالي الوضع العسكري نستطيع أن نقول أنه ممتاز لكن يحتاج إلى بعض الدعم وخاصة كما قلت بأسلحة الرمي المباشر وبالأسلحة الثقيلة والتخصصية وهذا السيد عبد البسط يجعلني أسألك عن ماذا عن التعزيزات للجيش الوطني في تعز التعزيزات تصل تعزيزات من القوى البشرية القوى البشرية في الحقيقة موجودة وبكثافة لكن التعزيزات الضعيفة هي التعزيزات العسكرية يعني السلاح وخاصة السلاح الثقيل يتم الدعم ببعض الأسلحة لكن لا تصل إلى المستوى المطلوب الذي يودي إلى حسم المعركة هل الحصار على تعز هل هو السبب الرئيس في عدم إصال هذه الأسلحة للمقاومة؟ ثقيلة نوعية وخاصة للجيش الوطني لدينا ألوية مشكلة بقرار جمهوري لواء 35 مدرع وهو تحت سيطرات الجيش الوطني لواء 22 ميكا حرس جمهوري سابقاً لواء 17 مشاه هذه الألوية مشكلة بقرار جمهوري وتم تدريبها عن طريق قوة التحالف في قاعدة العند القوية وبالتالي تملك من التدريب ومن المهارات لكن بحاجة إلى الدعم بالإمكانيات وخاصة كما قلت السلاح الثقيل والنوعي هذا مطلوب وخاصة في المناطق المفتوحة أخي لأنه ما بعد اللواء 35 هي مناطق مفتوحة أصلاً هذه المناطق المفتوحة تحتاج إلى كثافة نارية إلى أسلحة ثقيلة إلى قوة عددية ليتم السيطرة على التباب ونحن نخوض قيل جديد من الحروب ليس فقط يسقط المعسكر تسقط المنطقة بأكمله نحن من عمارة إلى عمارة من تبة إلى تبة يعني تسقط تبة يلقى إلى التبة الأخرى تأخذ عليه عمارة يعني شقة بشقة ولذلك نحن نحتاج إلى دعم أكبر ودعم أكثر والدعم صراحة يصل لكن ليس بالمستوى المطلوب نريد أيضاً الدعم المادني أيضاً إسعاف القرحة مشكلة القرحة هذه قضية إنسانية ينبغي الانتباه إليها وينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار لأنها تؤثر في معنوية المقاتلين قضية المرتبات الجيش الوطني ينبغي أن تشرف سنة وكسور معظم أفراد الجيش الوطني معنا لا يسلمون مرتباتهم يعني ولديهم أسر ولديهم عوائل قضية القرحة بعض القرحة تخثرت قراحاتهم نريد حل عاقل وسريع لهذه القضايا لأنها تؤثر بشكل مباشر في معنويات المقاتلين والمعنوية ولله الحمد مرتفعة أكبر دليل أكبر من هجمة أكثر من حشد وتعزيز أكثر من كذا إلى محيط الليوة 35 مدرع ومع ذلك لم يستطيعوا التقدم حتى شبراً واحداً هم في تقهقر باستمرار هم الآن في تراجع العقلة تدور إلى الوراء بالنسبة لهم بينما المقاومة في وضع الصعود وفي وضع التمكن أكثر وكسب خبرة أكثر على مختلف أنواع القتال ليلاً ونهاراً في المناطق المفتوحة في المناطق السكنية في أوقات المطار في غيرها من الأوقات نعم شكراً لك من تعز الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية عبد الباصط البحر